ملك وكتابه وهو بينتهج فكرة الرد على الأفكار بالأفكار الحقيقية ومهاجمة الأفكار المضللة أو المدلسة أو المستهدفة قيمة النادي الأهل عشان كده كانت فقرة الأهل الزبست من زميد الأست ليه قبل ما جيلكوا على الفكرة والمعايير الحقيقية اللي فيها خلينا أقول لكم الأول أن النهاردة أعلن من خلال جائزة أو لجنة المنظمة لجائزة جلوب سوكر أنه النادي الأهل مرشح لجائزتين الأفضل قيمة أفضل عشر أندية على مستوى العالم ودخل الآلي كمان تصويتاً على الأفضل في الشرق الأوسط الآلي في القيمة العشر الأوائل على مستوى العالم بصوا جماعة عشان لما أي حد بيقولك أهلاوي وافتخر اعرف أنه مش بيبالغ ويعرف أن الأهلاوي لما يقولك أنا بافتخر فهو يدب يعبر تعبير بسيط أوي على قيمة هذا الشعور الحقيقي أنه ما في شيء يدعو رياضياً في مصر في تاريخها للفخر والزهر أكتر من النادي الأهلي وما يحققه النادي الأهلي بكل الوضوح أنت النهاردة بيتصوت ضمن أفضل عشر أندية في العالم داخل رأساً برأس مع مين انتر ميلان الإيطالي طبعاً في آسيا هو العين الإماراتي مانشستر سيتي الإنجليزي باريس سان جرمان الفرنسي ريال مدريد الأسباني بوتفوجو البرازيلي بايرليف كوزين الألماني أثليت كومنيرو البرازيلي أطلانطا الإيطالي سبورتنجل شبونة البرتغالي وباريس سان جرمان والنادي الأهلي هنا يدخل هذا التصويت على هذه الجائزة اللي سبق أنه خذف في عشرين تلاتة وعشرين كأفضل نادم في الشرق الأوسط وطبعاً لما قول الفوتينج بدأ اطمنوا أن جمهور الأهلي حول العالم ما شاء الله عليها ما بيتوصاش والاستفتاءات دي بتقيس حجم الشعبية وحجم التفاعل وحجم الكتلة الأهلوية وحجم المتابعة الشديدة المتابعة والحريصة دايماً على التفاعل معنا ديها يعني أتمنى أن الكل يهتم بالتصويت ويهتم بالمشاركة ويهتم بالتفاعل ويزبط للكل أنه للأهل جمهور يحميه لا ويزبط للكل كمان نسترد بقى الكلام الأهل مش عظيم عشان بيكسب بقى بيكسب عشان عظيم لأن عظمة النادي الأهلي هنا أن يراه العالم وراه كل هذا الجمهور هم مش فاهمين إيه النادي الأهلي اللي موجود في أفريقيا ده عشان أما يخش بين الكبار يخافوا منه في التصويت يعني مجرد وجودك وترشحك هذا أمر عظيم جدا طيب زي ما هو الأهل في الانتر كونتينينتل البطولة اللي بطولة القرات والأهلي خد كأس الثلاث قرات أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والناس برضو ما عجبهاش سيبك من كل اللي هادئ أول مبارح كان مؤتمر البطولة في قطر المؤتمر الصحفي للبطولة اللي إعلان عن ترتيبات ونظام تذاكر نصف النهائي والنهائي مباراة يوم 11 اللي هتجمع باتشيكو المكسيكي بطل أمريكا الشمالية مع بطل أمريكا الجنوبية الفريق البرازيلة الذي لم يتحدد بعد يوم 11 الفائز من هما يلعب الأهلي إن شاء الله تعالى يوم 14 الإقبال الكبير على تذاكر نصف النهائي مباراة الأهلي تقريبا خلى التذاكر أعتقد تكون خلصة لأنه قبل الهواء بساعة كان كل المؤشرات النباية أرقام بسيطة شوية الإقبال على مباراة الأهلي في نصف النهائي ربما يفوق الإقبال على التذاكر الفاينل اللي طرفه من المؤكد ريال مدريد أنت عارف التذاكر نازل بكام؟ واحد بعد فايل من هناك صديق يعني في التذكرة اللي في البنوار 75 دولار أعطت حسيبها بالرسمي 35 ألف جنيه التذكرة وقياسا عكده وانت نازل طيب